أريد فقط أن أذكر أنه بعدما أني ربحت كل القضايا قلت يجب أن أكشف للشعاب التونسي ويجب أن يتم تتبع المتورتين وقمت بإداع شيكية رسمية في ملف التسفير للنيابة العسكرية التي هي فتحت الملف عبر تحولها إلى قطب الإرهاب وبدأت الأبحاث إلى أن وصلنا إلى الحال هذية الرأس المدبر في ملف التسفير أعتبر أنه هناك العديد من الرؤوس لكن أعتقد أنه هناك شرارة بدأت من السيد رئيس الجمهورية منصف المرزوقي في ذلك الوقت بنعيقاد مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس كانت ذلك الأرضية التي بدأت بتسهيل ولا بتقنين أو بإعطاء الضوء الأخضر للتسفير لكن أعتبر أنه راشد الغنوشي هو الرأس المدبر لكل تلك القضايا التي تهم أمن الدولة في تونس وهو أول المتورطين وأول الأشخاص التي أتهمهم وكل المعطيات تتوجه نحوه في تسهيل ولا في توريز طيب ما الغاية أو الهدف يعني لرئيس حركة النهضة أنا ذاك راشد الغنوشي أو حتى المنصف المرزوقي يعني كرئيس لدولة تونس الجديدة بعد الثورة أن يسهل تسفير الآلاف من الشباب التونسي ليشارك في بؤر الإرهاب في مناطق العالم مختلف كلهم متورطون وأنا أعتقد أنهم متورطون بالعمالة للخارج يعني أنه كان همهم إرضاء محاور معينة إرضاء بعض البلدين وذلك على حساب أرواح التونسيين وشباب تونس ترجمة نانسي قنقر